اشتركوا في القناة وعلى النبي المصفى الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهة المؤمنين وعلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين الله مرب نفعنا بمحبتهم ولا تخالبنا عن ناجهم ولا عما جاءوا به أيها الإخوة والأخوات رمضانكم مبارك كريم تقبل الله منا وملكم لا زلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات مع رسائل رمضان التي جاء رمضان ليسلمها لنا والتي ينبغي منا أن نتسلمها من رمضان وأعظم رسالة من رسائل رمضان التي جاء الصيام ليسلمها لنا ألا وهي تزكية النفس وتهديب الأخلاق صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وبدأ يتخطى رقاب الناس الرجل غايته أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال يحمله في كيانه لسؤال يشغل باله النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله سبحانه وتعالى على سؤال هذا الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فإني أعلم ماذا تريد وما الذي جئت به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك جئت تسألني عن الدين إن الدين حسن خلق أريدكم أيها الإخوة والأخوات أن تتمعنوا جيدا أن تمعنوا النظر جيدا وأن تتأملوا في قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول له جئت تسألني عن الدين إن الدين حسن خلق والله يا إخوة إن هذا الكلام ينبغي منا أن نقف معه وأن نتأمله جيدا أن الدين كله جاء لتحقيق حسن خلق فلا معنى لعبادة من غير حسن خلق لا معنى لطاعة من غير حسن خلق ولذلك يمكن أن نقول أن الشعائر كلها كادت أن تتفق على أن الغاية منها هو تحقيق حسن خلق وتهديب أخلاق الإنسان وأن يرتقي الإنسان بأخلاقه ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا بالصيام يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب وإن سابه أحد يعني لو بلغ بأحد أن سابك أو قاتلك فلتقول إن مرء صائم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن مرء سابه أو قاتله فليقول إن مرء صائم لماذا يقول إن مرء صائم ولمن يقول أول إن مرء صائم ويخاطب هنا نفسه يقول نفسه يا نفس لا تجيبه إنك صائم إني صائم إني متبتل بالعبادة إني أعيش لدة العبادة وهذه العبادة وهذا القرب وهذا الصيام يمنعني أن أعامله بالمثل وإنما أقول له سلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كله يدور حول الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إذن الغاية من الصيام هو أن يهدب أخلاقنا وأن يحسن من سلوكنا وأن يرتقي بأخلاقنا لا تنفعك أقل كريم عبادة من غير حسن الخلق والله لا تنفعك وكثيرا كثيرا كثيرا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إنسانا له أخلاق سيئة مع جار له أو صاحب له مع نسكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه والحديث في هذا طويلة وكثيرة لا خير فيه رغم أنه دا نسك قد يكون له قيام قد يكون له صيام قد يكون له شكل يذلك على أنه ملتزم أو أنه يعبد الله سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك سلوكه يقوله لك لا وذلك قال ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن الصلاة لما قال وأقم الصلاة يحدثنا عن هذا البعد الحكمي وأقم الصلاة هي مأمورة أمر الله تعالى بقيامها ولكن ذكر بعد ذلك لماذا تقام هذه الصلاة لماذا تقام الصلاة لماذا تصلي وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذن الغاية من هذه الصلاة أن تنهى أن تنهى عن كل شيء لا يتلأم مع الصلاة إذا كنت تصلي وتقع في الفحشاء والمنكر إذن أنت لا تقيم الصلاة ولذلك جاء الأمر بالقيام ولكن بالإتيان أقم الصلاة فإقامة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر أن ترتقي بأخلاقك وبسلوكك أن تعلمك الحلم والعفو والصبر وجميل صفات الخير والجمال التي كان يتمتلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اشتركوا في القناة